السلام عليكم البنات كديرين لباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير ومزيانين وبأحوال جيدة البارح محطيت حتى شي فيديو صار حكا نهار ديال التقضية وديال اللي راكم عارفين كتكون روينا سب دائما كل سيدات كي خرجوا باش يتقضى وياخدوا الحويجات اللي ناقصينهم في الدار واليوما غدا نبرتجي معاكم المسمن اللي الشو عندي في الفطور يعني بالتفصيل هنا العجين ديالو عندي الدقيق الابيض عندي 600 جرام ديال الدقيق الابيض وعندي 300 جرام ديال دقيق الفينو وستعليهم الملحة المل كافي اللي غدا نجمع به العجين صراحة هاد المسمنات كيجيوا رائعين والتاد وبغيت ندير عليهم هاكا فيديو خاص ما بغيتش نخليهم فسط فسط الفطور لأنه ما غادشي الفيديو ما غادشي يشوفوه لبنات بزاف من الاحسن الوصفات اللي كيكون هاكا يعني زوينين وذك الشي كيكونوا مقادة لهم مقادر ديالو مضبوطين كنحطهم أمامكم وهنا المكونات اللي ها الحشوة عندي كفتة عندي الفلفل أبيض بودرة توم فلفل أحمر الكام من زنجبيل كركم وعندي المصلة مقطعة والفلافل الألوان حتى هي ولملحة وزيت الزيتون هادي هي الحشوة وأكيد هاد نعودة معكم لأن الكاميرا كتمشي وأنا كنهضر الصوت كي يكون بعد المرات هاكا مواصل شمقعد حطيت المقل على النار ووضفت زيت الزيتون والباصل غدا نشحرهم مزيان يعني هادي هي الحشوة اللي غدا نستعمل في العمارة ومن بعد ما تشحرت لي هاديك البصلة شوية وضفت عليها الفلافل الألوان يمكن ليكم تكتافيوا بلنا يعني الفلفل اللي عندكم اللون اللي عندكم ماشي بالضرورة أو اللي يمكن ليكم إلا ما عندكمش الفلفل أنا دائما كان قول لكم يعني الحواج اللي ما تيكونوش هاكا في الدار إلا ما كانش الفلفل ديروا القرام حكوكا والجازار حتى هما رحكي يجو زوينين ووضع التوابل كي ما كتشاهدوا هنا نضرت الكامون غالبا ما كندرش الكامون في الحوشوات ما كي كديني ما داق ديالو كي يجيني جهد شوية وبغايت نغير ضفت الكامون وزيت عليه الكفتا والكفتا اللي استعملت رها يعني بشحمة ديالها أو فيها لغريس يعني ماشي ماشي يعني الحم بوحده أو ماشي ناتور حيط المسمن كي بغايت دهون وخصوصا مني كيكون هاكا في الفران باش ما ينشفش ليكم ما يقصح من الأحسن ديروا يعني الكفتا اللي تكون خلطة وضفت الملحة وغدا نبقاها كان الميلونجي في الحوشوة باش تقادم زيان وقاع المكونات يدخلوا مع بعضهم وكان بغينا رحبه بالبنات اللي عندي في القناة وكان قوليكم مرحبه بكم وما تنسوش تضغطوا على زر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هاكا تقوى وتوصلوا بكل جديد هذا إلى عجبتكم القناة طبعا ماشي بالضرورة وازت واحد لمعي يلقاي اللي شاهدته ديال الهريسة اللي كتبقى اختيار هي يعني أنا دلت غير من الفوق هاكاك ممكن لكم نطيفو احتى الزيتون راكيجي زوين ودلو شوية ديال الزيتار حتى هو التنسيم إلي حبيتوا هادي أفكار يعني مجرد أفكار هاكا لا بيتوضيفوها وهنا رح المسمن ديالي ما بجلوش نطوع لكم فيديو أكتر يعني درت المسمن وعني ودرتو هاكا كويرات أكيد كلكم عارفينو ما بجلوش نتقى نعود معكم الطريقة من أول وجديد وخليتو احترتاح وكل شي على الراحة قدم مرتاح لكم المسمن قدم ما كيجيكم أحسن وكيجي زوين واخديت الحشوان بعد مصرحت العجين كان نصرحها هاكا كيما كتلاحظو وكان ضيف الحشوة في الواسط باش يجيكم المسمن ديالكم طبقات ويجي زوين يجي بحل شكل ديال بسطيلة يجي رائع شفح المسمن ديال وحدة في وحدة هذا كيجي مختالف لأن الحشوة كنديروها تقريبا في بزاف ديال الطبقات ما كيجيش العجينة غالبة على الحشوة وبقيت كنصرح هاكا في المسمن راحضو يعني ما تقطعش لي ووجة عاقيبا باللي ناجح ومزيان لأنني خليتو ارتاح والسر ديال العجينة ديال المسمن اللي دائما كنقولها وهو الراحة كدما ارتاح كيكون احسن يمكن لك يعني مني كتحطي فوق الطاولة ديال العمل هاكا تضغط بيدك هاكا كيمشي طرعا يعني كيتحرك معاك وبقيت هاكا كأن ناخد هنا درت كورة اخرى نحطها حتى هي بجنة ديالي عدا من بعد غا بدا نعمر فيهم هاكا طبقات كما كتلاحظو وغدا نغلق عليها ونحطها في الطرف ودعب هاد وغدا يعني نلبسهم دياليهم جوج ديال اللبسات انا صراحة المسمن كيعجبني مني كياخد الراحة دياله كنحس به يعني وحتى ما الوقت يعني ما كي ما كياخدش الوقت يعني بسرعة يديري يمكن لك تحضرك حد الكيمية اللي كبيرة وحتى يعني المسمن ديال فران را ما شيف حال المسمن اللي عادي يعني كتدخلي وكترتاحي ما كتقيش هاكا مقابل المقلع وخديت يعني المسمن اللي قاد ديك المربع اللول ودرت فيه الكفتة كي ما لاحظو باش هاكا كيما كليكم نجي بسمن هاكا هاني بالحشوة ما يجيش ما يجيش غير العجينة وصافي وهادا نزيد يعني طبقة تانية عفوان دب هادو يعني ديران ثلاثات المسمنات في وحدة يعني ثلاثة ديال الكورات دول العجين في مسمنة وحدة وهادا نزيد عود مرة اخرى ندهن بشوية ديال الزيت طبعا وكتاخدو حتى هذك الزيت ديال حشوة حتى هو كتدهنو به حال هاكا كي يجي كيعطى ديك اللي بنا فاصل العجين وصافي دابان مسمنة ديالي وحضارها واجدة غدا نحطها بترتاح يعني ثلاثة جانبا وغادا ندوز نستمر بنفس الطريقة مع مع الكورات ديال المسمنة الاخرين حتى هو ما كنتهن شوية ديال الزيت وكنحط المربع ديال العجين الأول وكنحط فقمنو شوية ديال الحشوة وكنغلق أو كان طوي كان طوي المسمنة وكنستعن بالزيت طبعا انا هو اللي را كي يعطي متديروش الزبدة البنات ديرو غير الزيت باش يبقى عندكم ديك القرماشة في المسمن انا مستعملتش الزبدة في يعني في هذا المسمن هذا مرة وكناخد شوية ديال يعني الزيت اللي كي يكون في الحشوة كنخلي منو شوية يعني ما كنخلياش تنشف بزيان باش كان بقى ناخد من ذاك للصوص ديال الحشوة وكندهن به المسمن باش يجيني الديد ووزوين ومسمنة التانية يعني اللي غدا ندخل فرار راهي واجدة وهادي التالتة تهيب نفس شي كنا ندير الحشوة كما الول وكندير هكا وكنعود الطبقة التانية وكنغلق عليها اوكنطويها وينالا للنثمنة الجولي بعد ما ارتاحوا غدا نقعدهم في اللاطة ديال ديال الفرن بعد ما سخنت الفران درتو على مئة وتسعين داراجة وما ترقوش البنات العجين حسو يبقى حكك يعني يبقى غليد شوية باش تجيضي حيتش كنا الحشوة بالساف لان كما لاحظتوا يعني كل طبقة كان دير الحشوة يعني مسمن غني بالحشوة ماشي غالي عجينة ما تضغطوش علي بالساف باش ما تتخرش لكم ديك الحشوة ويبقى المنظر دياله محكك زوين وغليد يبان باللي راهي أشكز بسطيلة وينا اخديت زيت الزيتون باش يجيكم واحد اللون اللي رائع ديال المسمن وغزال وبالسوية ديال الفلفل حمرة او تحميرة فلفل احمر بودرة مع القليل من زيت الزيتون اللي كيعطينا واحد اللون اللي مسمن زوين بزاف والمو بغيتوش تستعملو الفلفل الاحمر اللي مبغاش يمكن اللي يكون تدهنواب زيت الزيتون ماشي بالزبدة وماشي بالزيت العادية يعني دهنواب زيت al zaytお nou yakun احسن User و يكون غير بحظن كيعطينا للطائر ديالنا اللون الذهبي او مني كنت قاسمت معكم يعني في القناات في الوصفات ديالي اللي كان ذهنب disa لقد Arg amazing واحد اللون زوين. هناك ما لاحظتوا يعني شبحتهم بذك والزيت. وفسط الطياب ديالهم اني كيكونوا يطيبوا. كتخرجوهم عاود وكتدهنون بنفس الخليط باش هاكا يجي عندهم ذك اللوين زوين ويكونوا عاود كيبغي الدهين. هاد المسمن كيبغي الدهين ما حيث ماشي ماشي في المقلع. يعني مرة مرة بش ما ينشفش لكم. خرجوهم مرة فسط الطياب ودهنوه. وضعت اللاطة ديال الفرن الاولى دخلتها. وهدي التانية يعني كيما شاهدتو المقادر اعطوني هاد العدد ديال المسمن اعطوني اربعة ديال بسمنة كبار يعني اه ثلاثة في واحد. يعني ثلاثة د الكورات العجين في مسمنة. كيما كتشاهدو الخليط اللي دهنتو بهم اعطاني واحد اللون زوين ومقرمل ومعني محمر. صراحة ديال ديال مناسبة وزوينين يحمرو الوجه. يعني هادو را هم يجيو حتى في كوجبة. لانا تبارك الله هكي بحس صاندويتشات كيكونو كبارين وعامرين. وكان بغي نرحب بكم كاملين وكان قولكم شكرا شكرا للمشاهدة ديالكم. وكان تمنى ان تزيدو يعني تدعموني اكتر وشوفوا الفيديوهات ديالي. باش ان شاء الله القناة ديالي اه زيتها معكم من القدام. ما ترجعش اللور. وكاللاحظ بلي القنوات ديال الطبخ فعلا فعلا والله العظيم يعني قنوات ما شاء الله عليهم وكي يعانيو صمت ما عرفتش لاش شنو كاين. اه يعني الناس ما كي اوش كي بغوش يجعو بحالة القنوات اللي كيديرو يعني محتوى اللي يكون زوين وكي خدموا عليهم وكيفيدو كيستافدو. اه كي بغو يدير تفرجو غير هكا في يعني بشي حاجة بشي نهار كيف اجدازو هادي غير روتينات. ولكنتو من محبين الروتينات خليوا هلي في التعليق باش هكا نبقى نبرتجي معكم حتى روتينات اللي تكون يومية ان شاء الله من بعد رمضان. وآآ كنقول لكم اشنو عادة نقول? يمشون لي الكلمات والله لان فعلا عدد المشاهدة ضعيف جدا جدا جدا. وكان بغيكم تبرتجيو للقناة ديالي مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. ورا عندي وصفات لرائعة. يردربوا دورة في القناة اكيد غد نتلقوا وصفات زوينة ومميزة الشهر رمضان. والاهم انها ناجحة. واغلب الوصفات ديالي راها كتكون يعني صحية وكندخل فيها الخضر والحويج اللي تتكون مزيانة. وكنقول لكم شكرا لكم على المتابعة او المشاهدة وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر. وبسلام عليكم. اشتركوا في القناة